اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يمثله مطار حمد الدولي من معلم هم متميز ومرفق حيوي له دوره في تعزيز موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حركة السفر والسياحة وما يرتبط بهما من دعم القطاع اللوجستي في هذه المنطقة الهمة من العالم مضيفا سموه أن مطار حمد الدولي عزز من مكانة دولة قطر الشقيقة في تنامي الحركة الجوية بين دول مجلس التعاون والعالم جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى مطار حمد الدولي يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة الثاني نائب الأمير بدولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملكة المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأكبار المسؤولين من الوفد المرافق دي سموه بكثير من الألفة والأخوة والمحبة خط عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخوه صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر حفظهم الله طريقا لمستقبل البلدين الشقيقين والممتد من ماض عريق رسمه الآباء والأجداد والتي بات يشار إليه بالبنان وانطلاقا من هذه الإرادة الصادقة بتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين وبسعي دؤوب استطاع البلدان مد مزيد من جسور الأخوة للسمو بهذه العلاقة التي تتكئ على تاريخ تمتد جذوره لعقود طويلة في إطار عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والمصاهرة ووشائج القربة عطفا عن الروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي بلغت مرحلة إنسانية سامية البحرين وقطر مسيرة بناء وتقدم في مختلف المجالات فهذه العلاقات التاريخية الوثيقة المتميزة جاءت بفضل السياسات الحكيمة لعاهلي البلدين أيدهم الله حيث تعد العلاقات البحرينية القطرية أنموذجا يحتذا به في التكامل ووحدة المصير بين الدول الخليجية والعربية علاقات ثنائية شهدت خلال السنوات الماضية ازدهارا في مختلف النواحي بفضل التوجيهات السديدة لحكومتي البلدين وحرصهما على تعزيز أواصري وعلاقات التعاون بينهما وإذا ما ذكرنا العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي فإنه لابد التطرق إلى ما يمتاز به البلدان من مجموعة سمات تعكس حالة التقارب والتفاهم تعود بالنفع على شعبيهم الشقيقين حيث إن البحرين وقطر شريكان استراتيجيان في مجلس التعاون الخليجي ولقيادتيهما وكبار المسؤولين في البلدين زيارات متعددة ومتبادلة تمثل دليلا واضحا وملموسا لإيجاد علاقات تقارب خاصة تترجم معنى الشراكة الحقيقية وتساهم في وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي أما على الصعيد الاقتصادي تشهد العلاقات بين البلدين أزهى فترات التعاون المثمر ولسيما على مستوى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بما يوفره البلدان من فرص استثمارية حقيقية مشتركة تسهم في رفض المسيرة التنموية والعمرانية وتؤكد عمقا وبتانة العلاقات البحرينية القطرية الأخوية وعلى الصعيد الأمني يشهد البلدان تطورا ملحوظا حيث أشهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون الثنائي المثمر الذي يهدف إلى جعل المنظومة الخليجية واحة أمن وأمان وبلا كلل أو ملل تواصل البحرين وقطر العمل الدعوبة لتحقيق آمال والطموحات الشعبين الشقيقين في النمو والنهضة وبما يعود على البلدين بالخير والرفاه والرخاء لتلفزيون البحرين صالح يوسف